بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين إخواني أخواتي أبائي أمهاتي عبر قناة البلد أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله طيبة مباركة وتحية من يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة عنوان حلقتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى حول الدخول المدرسي معاني وقيم وددنا أن يكون لقاؤنا في هذه الجمعة المباركة عبارة عن رسائل رسائل للأولياء الذين منوطن بهم أن يؤدوا دورهم دورهم ليس في الكساء والرعاية والأكل وفقط وإنما في التربية والتعليم والسهر على مستقبل أولادهم رسالة كذلك أو رسائل للطلبة وللتلاميذ على أن يغتنم أوقاتهم ويحرصوا على تكوينهم ودراستهم إن شاء الله سبحانه وتعالى سعيدني بل ويشرفني أن نستضيف في هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتورة أيتشاوج دليلا مرحبا بكم أهلا بكم مرحبا بكم سعيدنا جدا بحضوركم معنا في هذا اللقاء صنع الزوجين جعلنا في ميزان حسناتكم إن شاء الله بارك الله فيكم أهلا بكم دكتورة بدي أن فيبيت يعني وددنا أن نوطئ لهذا الموضوع نقدم بكلمة بهذه المناسبة والتلاميذ عادوا إلى مقاعد دراسة يعني العمل يعني متصاعد يعني يعودون إلى هذه المقاعد حبينا رسالة أو كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين إذن مرحبا بكم ومرحبا بهذا الإطلال الجديد على قناة البلاد ومع مشاهدي قناة البلاد إذن في موضوع جديد نعود مرة أخرى إلى قضية الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي لأنه حدث يتجدد في بداية كل سنة سنة اجتماعية دائما هذا الحدث يعني يخص كل الأسرة الجزائرية يهم كل الأباء والأمهات وبالتالي إحنا ربما دائما عندما نتحدث على هذا الموضوع دائما نحاول أن نعطي بعض أو نلقي الضوء على بعض القيم بعض المعاني اللي لازم يعني الأولياء يخضوها بعين الاعتبار مش فقط كما قلت الاهتمام بالجانب المادي وجانب اللباس الجديد والأدوات الجديدة وإنما هناك بعض المعاني وبعض القيم اللي لازم الولدين يرسخوها ويغرسوها في أولادهم وربما رح نتعرض لهذه النقاط يعني النقاط الأساسية اللي يجب الاهتمام بها ربما عندما نبدأ الحديث عن هذا الموضوع أول شيء يتبادل بالذهن والبعض يتساءل في الحقيقة عن قضية العودة إلى مقاعد الدراسة وصعوبة ذلك معناها أنه كان بعض الأولياء يجوا ويسقسون يقول لك أنا أولادي يقولوا لي لو كان غير ما زال شوية عطلة لو كان ما نرجعوش الآن خاصة يبدوا يكبروا شوية لأنه الصغار عموما يتلهفوا للمقاعد الدراسة التأقلم صعبين التأقلم يعني من العطلة إلى مقاعد الدراسة إذن نحن مدى بنا نتكلمه على هذا النقطة نوضحه ربما الأسباب علش من الصعب أننا يعني نولفو ولا كما نقوله نلقاو القابول ولا نلقاو الاستقبال جيد لهذا الدخول الاجتماعي لماذا من العطلة مباشرة إلى دخول الاجتماعي يأتيها تكون هناك صعوبة علش لأنه ربما في هذا العطلة ما فهمناش معنى العطلة الحقيقي العطلة كما نقوله هو تعطيل تعطيل لأمر معين عطلة نعطل ماذا الأمر الوحيد اللي نحبسه يعني نحبسه في العطلة هو التوقف عن الدراسة فيما يخص العطلة المدرسية هو التوقف عن الدراسة بالنسبة للشخص العامل الموظف العطلة بالنسبة له هو التوقف عن العمل الوظيفة فقط ما نعطلوش هنا النظام وما نعطلوش بعض الأمور اللي لازم يقوم بها الإنسان ما نعطلوش مثلا ربما بعض الأعمال اللي لازم يقوم بها الطفل أثناء العطلة معنتها التوقف عن الدراسة فقط أما الفوضى العارمة لأنه ماذا نشهد في العطلة نشوف أنه العطلة تعني الفوضى تعني أنه ننام دون انقطع استيقاظ المبكر ما كانش الصهر المفرد وانتو كح نتكلم عن الأسباب نتاعه خاصة مع الوسائل التكنولوجية الحديثة والتواصل الاجتماعي والأنترنت وإلى آخره نجد يعني مراهقين وشباب يصهر وصهر بالساف يعني إلى غاية تربى ما صارت الفجر ولا أكثر من ذلك ومن بعد يناموا صباحا يعني العطلة هنا مهيش فوضى ماشي معنتها ترقد وقتش حبيت وتصهر كما حبيت وتنود وقتش حبيت وإنما العطلة هذه نتوقف عن الدراسة وإنما بعض القوانين لازم تبقى ما لازمش نغفل عليها إذا كان هنا العطلة هذه رجعت كأنها نفعل ما نريد في وقتها ما نريد وكيفها ما نريد معناه أنه بعد يعني وصول تاريخ الدخول المدرسي يكون هناك تغير مباشر يعني هناك صدمة بالنسبة للأطفال وبالتالي يقول لك ما نقدرش أنا هذا المدرسة بزاف وننط صباحا نروح نقرأ ونغلول الجدية إذن نحاول أن نحافظ على الجدية أثناء العطلة ماشي ما عندها يبقى القانون صارم وإنما نتوقف عن الدراسة نعم ولكن الصهر المفرط لا النوم لوقت متأخر يعني صباحا لا القيام ببعض الأعمال الرياضية لازم يتواصل في العطلة الصيفية هناك ترويح الجماعي مع العطلة مع الأفراد العائلة الاستعمال المفرط للألعاب خاصة هذه الألعاب الإلكترونية والهواتف لازم كذلك ندير له حد لأنه هذا هو اللي يخلي الدخول الاجتماعي صعب من هذا الباب ربما يجب الإشارة إلى هذه معنى إذا إحنا قدرنا كما يعني قدرنا كيفاش نقوله جيغي بيان جيغي للعطلة يعني قدرنا نسير العطلة هذه بطريقة حسنة رايحين نلقى أن الأطفال تعنا يستعدوا للدخول الاجتماعي طبعا هناك ربما وسائل أخرى كي أن أحيانا نسأل كي أن مثلا الأم تسألني تقول لي أنا غيرت المدرسة الأولاد لأنه غيرنا السكن الآن الأولاد رأم تخوفين لأنه خلوا زملائهم وبدلوا المدرسة كيفاش نستعد إذن هذا كذلك داخل في الاستعداد داخل في الاستعداد إذن الأم هنا مثلا حسب هذه الظروف تهيئ أولادها لأنه تحكي لهم أنه تغير المدرسة أمر عادي وأنا كنت صغيرة وغيرت المدرسة ولقيت أصدقاء جدد ولقيت مدرسين جدد ولقيت تعليم أحسن ولقيت مدرسة أحسن إذن هذا التشويق هذا يخلي المشكلة هذا يروح مثلا حتى قضية الأطفال يكونوا أصغر قضية راح ينشروا لباس جديد راح ينشروا أدوات جديدة الأطفال يحبوا هذا الأمور هناك نوع من البهجة فالآن يعني كل أب وكل أم يعرفوا كيفاش يعني هي وأولادهم إلى هذا الدخول الاجتماعي هذا طبعا من الجانب النفسي دكتورة بذكركم الأولياء يعني نقطر نقول يعني الهم الأكبر الذي يؤخذ هو على عاتق الأولياء بل أكثر من التلاميذ يعني بحد ذاتهم حبينا نوجه رسالة الأولياء يعني على الهم الذي يجب أن يكون عيد الأولياء لأننا نجد واحد الظاهرة في المجتمع أن غالبيات الناس والأولياء ربما تجد فيهم نقص نوعا ما من جنب المسؤولية تجدهم مثلا يصهر على اللباس والطعام وكذا وكذا لكنه متغافل عن دراسة أولادي وعن تربيتي وكذا وكذا حبينا نمهجر رسالة باش الأولياء يعون حق الوعي دورهم المنوض بهم طبعا المهمة العظمى والكبرى والأهم والأخطر تلقى على يعني هي للأولياء الأب والأم حنا للأسف في المجتمع تعنا عموما كون لي تحمل مسؤولية أكبر فيما يخص تعليم الأولاد فيما يخص الصهر على الدراسة هما هي الجانب الأم الأم خاصة هذا واقع موجود لا نستطيع أن ننفيه وبالتالي إحنا مدابينا أن المسؤولية يتقسمها الأب والأم خاصة في بعض المراحل الحارجة كي يبدأ الطفل يوصل لسن المراهقة يعني يبدأ يجاوز عشر سنين اتناشر سنة اتلتاشر سنة يعني الأب لازم يظهر في الصورة حتى وإن كان غائب إلى حد ما حتى وإن كانت الأم الأم من شدة حرصها على الأولاد كأنها تغيب هي تغيب بإرادتها دور الأب لأنه راي هنا في كل مكان راي في كل وقت موجودة في كل مشكلة هي موجودة إذا كان مشكلة في المدرسة هي اللي تروح يعني هذا الرعاية الفائقة تخلي دور الأب يغيب نوعا ما إذن الولدين كيكونوا مع بعض يعني يعني يراعي والطفل مع بعض الأب والأم الأم لازم تخلي الأب يلعب دور وبالتالي كيكونوا مع بعض يكون هناك إحساس بالأمن من طرف الطفل لأنه الأب موجود والأم متواجدة خاصة في بعض المراحل الحارجة يعني مرحلة المراهقة لازم الإبن يحس بهذا التواجد يعني عندما نتحدث على الأولياء بصفة عامة هذا التواجد ما يكمنش فقط في قضية إيجاد الوسائل المادية من أكلين وشربين وشيراء الأدوات ويعني البحث عن المدرسة ربما جيدة للطفل وإلى آخره وإنما هناك رعاية من نوع خاص هناك مسؤولية هناك رسالة لازم نوجهها للأولياء هذا الرسالة يعني نابعة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته إذن هذا الرعاية هذه هذه المسؤولية لازم نتحملها كما يجب كيف نتحملها لازم نفهم أبعاد هذا التعليم الذي نريده لأبنائنا إحنا إذا كان نفتقدنا شيء إذا كان نولدين ما عندهمش الوعي الكافي باش يوجهوا أولادهم بطريقة معينة في هذه الحياة هو لن يعطي هذا لأنه فقد شيء لا يعطيه إذن إحنا نتكلم عن الوعي اللي لازم نبسوه في أولادنا قبل ما نبسوه في أولادنا لازم إحنا يكون عندنا واشي لازم يكون عندنا لازم يكون عندنا تقدير للعلم لازم نعلموا لأولادنا أن هذا العلم فيه أجر أننا نتعلم لأننا نبتغي الأجر من الله تعالى نتعلم لأننا نريد أن نخدم هذا المجتمع هنا أربما نشر إلى بعض الرسائل السلبية اللي يوجهوها الولدين يوجهوها الولدين ويوجهوها المعلمين أحياناً بعض المعلمين يوجهها كامل المجتمع الشارع هو أنه قرى باش تروح لهيه أقرى باش تخرج أقرى باش تكمل في الخارج تعليم تاعك هذه البلاد ما تقعدش فيها لأنه ما تنفعكش هذه الرسائل السلبية أقرى باش تتحصل على الراتب ونتها أقرى التخصص يعني بعد البكاروريا خاصة اللي يجيب لك الأموال فقط دير هذي باش ربما يكون عندك مكانة معينة فقط في المجتمع هناك الناس اللي يثبطوا حتى على الدراسة يقول لك روح تختم يعني ولا تقرى المهم إذا كان قروا ما اختموا ولو كان اللي حبسوا القرين نجحوا أكتر يعني طبعاً هذه حالات موجودة ولكن الرسائل السلبية هذه هي اللي تخلي هذا الطفل المتعلم سواء في المستوى الأدنى معناتها الإبتدائية المتوسطة الثانوية ولا في الجامعة تخليهم ينظروا للعلم هذا مجرد تلهية مجرد وسيلة للوصول إلى مغنم مدي معناتها راتب ولا مجرد وسيلة باش نحصل على الشهادة تلقى طالب يعني سبحان الله يجي يسألك يقولك أنا كيكون عندي لاليسونس هذي أس كي عندي حق باش نروح للخارج أس كي عندي حق كي نكون سنة أولى سنة ثانية باش نروح نسجل في دولة أخرى باش ندير كذا إذن كل اهتمام يعني الأغلبية للأسف كامل يعني مهتمين باش كي نكمل وين نروح كي نقرأ سنة أولى واش نقدر ندير أس كي نقدر نروح لما نقدرش نروح أس كي هذا التخصص يسمح لي باش نكمل في الخارج ولا ما يسمح ليش راكوا تقروا مثلا حقوق مثلا في الكلية تعنا حقوق باللغة العربية أس كي نقدر كي ندير حقوق نقدر ننتقل إلى الدولة كذا ولا دولة كذا باش نكمل إذن هذا الفكر هذا من أين جاء جاء من توجيه الأولياء رقم واحد وجاء من توجيه حتى بعض المعلمين وبعض الأساتذة أحيانا نسمع أنه الأساد يقول لك هو بالذات يدير رسائل سلبية للمتعلم ما يشجعوهش يقول له لازم تقرأ باش تبدل ولازم تقرأ باش تقعد في بلادك ولازم تقرأ باش تغير إحنا إذا كان معلمنا شو لدنا هذا المفاهيم شكونا راح يعلمهم هذا المفاهيم إذن إذا كان إحنا ربما نعيش في هذه المرحلة هذا الحراك الاجتماعي اللي راهم وجود اللي نعتبر ربما فيه إيجابيات كثيرة جدا رغم بعض السلبية ولكن أعظمه إيجابيات من بين إيجابيات أنه الشباب نتعنا اكتشفنا أنه شباب واعي اكتشفنا أنه يقدر يحقق المعجزات اكتشفنا أنه عنده إرادة وبالتالي إحنا باش نغذيه هذا الجانب هذا لازم نعلم مولادنا نقول له قرأ باش تقعد في بلادك اقرأ باش تغير المجتمع تاك الطبيب هذا اللي راوي يقرأ الطيب هذا الطالب بتاع الطيب اقرأ باش تقعد هنا تخدم تخدم في المستشفى باش تداوي الناس باش كذا لازمش يكون برونشي فقط للفائدة الشخصية تاعه نعم هناك مثبتات هناك ظروف قاسية هناك يعني بعض الناس ما يشجعوش بعض المسؤولين لا يشجعون حقيقة هذا موجود ولكن رغم ذلك لازم نربيه أولادنا على أنهم راهم هنا وراهم من هذا المجتمع ويبقاوا هنا باش يغيروا هذا المجتمع لأنه إذا كان هربنا كامل من لهذا المجتمع إذن هذا المعاني شكونا راح يغرسها في أولاده يغرسها ولي الأمر تاعه يغرسها الأب يغرسها الأم ولكن إذا كان الأم والأب فاقدين هذا الشعور ما عندهم مش هذا الوعي كيفاش راح نغرسه إذن فاقد شيء لا يعطيه إذن من المعاني التي يجب على الأولياء أنهم يغرسوها في أولادهم هذا المعاني معاني حب الوطن معاني العلم من أجل ابتغاء الأجر ومرضات الله تعالى لأن العلم هذا طبعا لا ينبغي أن نغفل على الحديث الكثير لتكلم على طلب العلم مثلا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يبتغي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة سبحان الله هذا الحديث يعني رائح جدا وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع بارك الله فيك إذن هذا أحاديث مش معناها مش هو البعد نتحها هو أنه طالب العلم نعتبره عبادة وبتالي إذا كان نحن علمنا الأطفال حتى في المدارس حتى في المدارس نعلمهم هذا المعاني يقول لي يقدر العلم وما يقول ليش يقول لك هذا فقط أقرأ ولا ما تقرأ شكيف كيف أنجح ولا ما تنجح شكيف كيف أقرأ اعتمد على نفسك ولا دير ولا اعتمد على نغش شكيف كيف هذه معاني سلبية للأسف الشديد أول واحد يرسخها في الطفل هو الولين تاعه هو الأب أو الأم إذن هذا المعاني معاني كثيرة في الحقيقة لازم على الأولياء يتحملوا المسؤولية لتغيير لتغيير هذه المفاهيم من بينها مثلا حتى أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما فيما يخص مسؤولية الأباء على الأبناء عندما يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول التضييع مش فقط تضيعه مثلا أنه ما تعطلوش ما تشيروش الأكل ولا ما تلبسلوش التضييع حتى في الوهي عندما لا يوجه الأب الطفل انتاعه وما توجهش الأم الطفل تحاو وتشبعهم بهذا المعاني من سيشبعهم بذلك؟ إذا كنا نحن مملئناش الفراغ الموجود عند الطفل بهذه المعاني القيمة وبهذه القيم ستتمتلئ بقيم أخرى سلبية ستتمتلئ بمعاني أخرى سلبية استسمحك أستاذة في هذا الزمن إن كان في السابق مهمة الأولياء صعبة فاليوم المهمة أصعب خاصة مثلا إن فتحنا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي بين قوسين يعني تفشي هذه الظاهرة أصبحت مهمة الأولياء صعبة جدا وأصبحت هذه الوسائل مسيطرة على عقل التنميذ نعم بولكت أخي الدحمان يعني هذه المهمة التي تكلمنا عليها كامل يعني هي في الحق مهمة صعبة جدا لكن إذا أضفنا هذا التحدي الآخر الذي تكلمت عليه هو قضية تحدي تطور هذا التكنولوجي وهذا الوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف هذه اللي أصبحت يعني أصبحت منتشرة أصبحنا لا نكاد نرى تلميذ لا يمتلك هاتف سبحان الله هواتف ماشي هواتف أي هواتف الهواتف اللي تسمح له بالتواصل الاجتماعي والهواتف اللي تسمح له بيعني الاتصال بشبكة الانترنت إلى آخره إذن هذا تحدي آخر إذن إذا كان نقوله إحنا الأولياء فقد شيء لا يعطيه إذا كان الأولياء كذلك ما همش يحسوا بخطورة الأمر لازم يحسوا بها الآن يعني استوقفني استوقفني نظام داخلي لبعض المدارس هو موجود في كل مدارس في الحقيقة أنا اطلعت على واحد فيهم وفي هذه قضية منع الهواتف منع الهواتف النقالة إذن هنا ربما هذه إشارة يعني ربما تعليمة أعتبرها جيدة لأنه لا طفل معه يعني ربما بعض من الكسل وبعض يعني عدم كي يكون ماشي مشجع باش يقرأ إلى آخره ونزيده من فوق يأخذ الهاتف النقال معه ويستعملوا أثناء الدراسة ويستعملوا حتى أثناء يعني إلقاء الدرس من طرف المحن من بعض التلاميذ يعني يستعملوه ويستعملوه في ماذا ليس يعني يستعملوه في العلم ولو إنما يستعملوه في التواصل بعض العلاقات التافيهة يستعملوه في في الغش أحياناً يكونوا فترة امتحانات وهذا معروف بتالي هذه قضية النظام الداخلي هذا الموجود لا بد أن نثمنه ولا بد من تعاون الأولياء مع المدرسة من أجل إنجاح هذه هذه ربما تعليمة لماذا؟ لأنه هذا رح يرجع يعني في مصلحة التلميذ هنا ربما البعض من الأولياء يقول لك صعب من الصعب جدا أن تمنع الطفل يأخذ الهاتف نتعوه هنقول هو قضية تعود وعادة لأنه بعض الأولياء يخضعوا للتهديد للطفل ولبكائه ولإصراره وكذا لكن إحنا ما لازمش نفشلوا لأنه علىه إحنا يعني أنا عندما يعني نعطي هذا النصائح في الحقيقة أنا كامل معنيين بها أنا أم والمنشط راه أب على بل وباللك راه جاي يعني ربما راح عندما يكبروا الأولاد تتعرضوا لنفس هذه المشاكل إذن علينا على الأب وعلى الأم أنه يكون عندهم إرادة في منع الولد أنا يعني نصيحتي نصيحتي أنه في الحقيقة الأطفال الابتدائي المتوسطة والثانوية لا داعي لشراء الهواتف لهم ربما البعض يسمى يقول لك سيد خوتا نصيبات خوتا إذن لابد من سحب الهواتف من الأطفال حتى خليه للجامعة عندما يكبروا يتحمل مسؤولية ما تقوليش عندك رقابة شديدة عليه وإنما في المراحل هذه خاطير جدا إذن مع كل الظروف اللي تخليه ما يدرسش الظروف اللي تثبته ونزيدوه الهواتف النقالة ونزيدوه الانترنت ونزيدوه وش نزيدوه وسائل اللاعب الأجهزة نتعلى اللاعب هذه صباحا مساء متى يدرس الطيفون إذن هذا ربما الأمور اللي تكلمنا عليها من قبل دون هذا التحدي نتعلى الأجهزة الإلكترونية مع هذا التحدي هذا التحدي آخر وأخطر وبالتالي احنا نقول أنه لا بد على الأولية أنهم لازم يعيوا هذه الخطورة هذه ولازم ربما يعني يضفروا الجهود مع المدرسة لكي يحافظوا على أولادهم خاصة من خطورة هذا الجنة الدكتورة إذا كان الأولياء يعني مسؤولية كبيرة فكذلك للمعلمين والمدرسين كذلك مسؤولية أكبر خاصة داخل حرم طاعة المدرسة أو للجامعة أو لكذا وكذا ففي الحقيقة المعلم والمدرس هو مسؤولية عظيمة طبعا هي مكملة لمسؤولية الوليدين عندنا الوليدين في البيت وعندنا أب ثاني أو أم ثانية في المدرسة هذا طبعا لمن يعي دوره المعلم والأستاذ اللي يشوف أنه المهنة هذه مجرد مهنة راه غالط المعلم والأستاذ اللي يشوف المهنة دارها فقط لأنه ملقاش مهنة أخرى ولا دارها بش يستنى راتب في آخر الشهر وكيفة راه غالط لأن المعلم كاد أن يكون رسوله كاد المعلم أن يكون رسوله الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إن الله سائل كل راع عن ما استرعاه حافظ أن ضيع إذن رح يسألنا الله تعالى يوم القيامة يسأل هذا الأستاذ لأنه مسؤول على بشر مسؤول على أطفال صغار مسؤول باش يكون لهم شخصيته ومسؤول باش يزرع فيهم القيم وبالتالي إذا كان هو ضيع الأمانة إذن إحنا أولادنا وين نحسوا بالأمان كنخلوهم وين؟ خلوهم في المدرسة إذا كان يوم كامل هما مع أستاذ لا يعي هذه المسؤولية إذا كان راهم يوم كامل مع أستاذ ما تفهمش وش معلتها الأمانة وتضيع هذه الأمانة إذن كيفش يمكن لنا أن نحقق الهدف من هذا التعليم؟ هذا هو التساؤل ربما لي لازم نسأله هل أولادنا راهم في أمان؟ هل راهم في أمان عندنا نحن في البيت إذا كان نحن عندنا وعي؟ هل راهم في أمان في المدرسة؟ إذن لا بد أن يعرف الأستاذ أول رسالة نوجهها لهم أن يحفظ الأمانة لأنها مهمة بزر لأن الله تعالى سوف يحاسبه عليها ثانيا الرسالة الأخرى التي نوجهها للمعلم أن يتعامل مع التلامير على قدم المساوات لا يفضل واحد على واحد وما يتعامل فقط مع النجباء كي هذه قاعدة من اللي يكون صغر نشوفها المعلم يتعامل مع لي يجاوب دائما الإجابات اللي يرى عنده معدل مرتفع وما يكسرش رسمها بعض التلامير لازم المعلم رسالة أخرى أنه يراعي الفروق الفردية الموجودة بين التلامير ماشي هذا يقول له أنت غبي والأخر يقول له أنت مشتهد وأنت كذا يحطم له المعنويات كايين بزاف أولاد قاطعوا الدراسة كايين التصرب بالمدرسي نسبة كبيرة منهم السبب يعود إلى المعلم اللي ما عرفش كيفاش يتعامل مع الطفل المعلم رسالة ينوجهها له كن أبا في المدرسة كوني أما في المدرسة انتي عندك أولاد ربما وبالتالي عامليهم كما تحبي ولا يؤمن المؤمن طبعا لازم يحب وش يحب النفس ويحب ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا إحنا كنا نتعامل مع هذو الأطفال هذو يعني فيهم براءة وأطفال هذو أمانة عندنا إذا كنا نتعاملنا معهم بهذه الطريقة وراعينا الفروق الفردية هذا طفل يستوعب بسرعة هذا ما يستوعبش بسرعة نراعيه ونفهمه يكونوا قدوة الرسالة الأخرى اللي نقدمها المعلمين أن يكون قدوة إذا كان يعلم للأولاد يدلوا نصوص في الأخلاق ونصوص في تحمل مسئولية ونصوص في الأمانة ونصوص في الصدق وهو التلاميذ يشوفوه ما يحفظش الأمانة يشوفوه يجيب يتأخر طبعا تكلموا على كل المراحل ثانا ابتدائي متوسط ثانوي والجامعة إذا كان هو يقول لنا كي ينظام وكي ينحفظ أمانة وهو ما يحفظش الأمانة إذا كان هو يتأخر إذا كان هو يخرج قبل الوقت إذا كان هو يقعد ربما يعطي لهم تمرين ولا ما يعطي لهمش ولا يقولوا رب في الإبتدائي هذه ربما نتذكروها يكون صغر يقول لك رب على الأيدي ولا حط رأسك فوق الطاولة وهو رأو مشغول بأمور أخرى هذا طبعا لن يجوز لا يجوز لأخلاقا ولا شرعا الآن مع الهواتف كنت كمهواتف النقالة البلاء ما مشيره هو على الأطفال فقط كذلك على المعلم كثير من المعلمين يتواصلوا اجتماعيا يتواصلوا في التواصل اجتماعي ويضيعوا الوقت وتلميض ربما يستنوا بدون دراسة هذا موجود فعلا إذا رسائل مهمة نوجهها لهذا الأستاذ لهذا المعلم لا بد له من غرس القيم في هذا الأطفال هذا لماذا؟ لأن غرس القيم ما توقفش على الأم وعلى الأب وإنما تتواصل إلى المدرسة هذا هو ربعا كأولياء وكمعلمين واحتكا إداريين ومسؤولين بارك الله فيك أستاذة على هذه الكلمة تنيغة نسأل العز وجل ننتفع بها إن شاء الله ربي بارك فيك إخواني أخواتي أباء أمهاتها قد وصلنا لختام هذا العدد من برنامجكم لقاء الجمعة أسأل الله سبحانه وتعالى لأن نكون باستفدنا مما فيه من العبار والعيضات والفوائد الجمع إن شاء الله وعيدنا معكم يتجدد الأسبوع القادم نحينا الله عز وجل إلى ذلك وحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة